حاجة تانية وهي رسالة ليه لعبة النادي الأهل هل انتم راضيين راضيين بالتقليل اللي بيحصل في اتجاهكم من البعض أديكم بتشوفه ممكن أندية بتفوز بدوري أو مدير فني مثلا يعمل أداء جاية بتاع بيطلع السماء في أندية تانية بيطلع السماء أفضل واحد في الدنيا في مقابل الأهل اللي كان بياخد بطرات قد كده مع مختلف المدربين كان بيتم انتقاده وبيتم انتقاد الفرقة وبيتم انتقاد اللعيبة وبيتم انتقاد الجهاز الفني اللي ممكن يكون بيجيب بطولات كتير قوي وقل أي اسم مدير فني ده أقل مدير فني عندنا جاب بطولات جاب بطولة دوري أقل مدير فني يعني لسارت الرجل كان بيتاريق أو الناس كان بيتاريق عليه جايب بطولة دوري صحبة قوي تاريخية منو الجزئ كم من البطولات اللي جابها غير طبيعي ما تقدرش تعد عدد البطولات اللي جابها منو الجزئ لما تجي تعدها هتتلغبط لازم هتتلغبط لان بطولات قد كده الراجل المسلماني الراجل المسلماني اللي كل يوم كان بتقطع يقولك ها ده واحد ها حالله بيجيب بطولات كأن البطولات دي حاجة يعني حاجة وحشة مع الاهلي بس يعني الناس معذورة لان الاهلي ده طبعته ان هو بيجيب بطولات يقولك اي مدير فني حييجي حيجيب بالاهلي بطولات اي مش عارف مين حييجي اصل لعيبة كويسة ولما يجي مثلا مدير فني ما يبقاش مغفق يقولك اصل لعيبة وحشة يا جماعة طب ما تفهمونا الدنيا بتبقى ماشي ازاي ما تقولولنا الوضع ايه بالضبط عشان يبقى فاهمين يعني فهنا الرسالة للعابة النادي الاهلي بالتحديد انتوا مجبلين على تحدي كبير جدا الموسم الجديد وانحنا خلاص احنا بنسبلنا الموسم خلص وانا اصلا خلاص ما تشاط في الدوري موضوع خلاص حاصم لنادي الزمالك الفوز بطولة الدوري ما فيش اي مشكلة خالص والاهلي عارف كده والناس المسؤولين في النادي واخدوا قطوات للبناء المرحلة المقبلة وبيشتغلوا عليها ومحتاجة وقت وصبر فلازم لعبة النادي الاهلي تبقى مدركة كويس قوي ان انت طبعما لعيب جوه الاهلي طبعما لعيب جوه الاهلي هتلاقي الناس بتتصيدلك الاخطاء والناس بتتصيدلك الاداء بس لو حش هتلاقيهم بيقطعوا فيك فانتوا لازم تردوا لازم تردوا في الملعب بأي طريقة منطرة طبعا بأداء كل فني يعني طريقة شرعية أقصد يعني أداء كويس بعد فترة من الراحة بعد تدعمات مؤكدة هتكون قريبة جدا بعد عودة بعض المصابين بعد حالات كتير قوي التوليفة اللي جاية هتبقى تقيلة جدا بإذن الله واحد أحد فلازم انتوا من البداية كده بداية الموسم المقبل خلوا الناس دي يعني تختفي من المشهد لازم عشان ده حقكم وحق الجمهوري الأهلي عليكم اللي ليه حق ان هو يزعل ويتدايق بس خلاص دي مرحلة لازم نتعامل معها كلنا كمنظومة ولازم نحاول نخرج النادي من المرحلة الصعبة لزي دي وبإذن الله حيخرجه قريب جدا زي ما قلت لحضراتكم فدي رسائل مهمة أنا عارف جمهوري الأهلي مش مستني رسائل من حد يعني جمهوري الأهلي عنده قدر كبير جدا من زكاء ويعرف يفرق قوي ما بين الناس اللي وقفت جنب النادي في مرحلة دي ومش حينسى خالص الناس اللي مفيتش جنب النادي والعملوا يعني حاجات غريبة جدا 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 من غير مدخل في تفصيل أنتم عارفينها بشكل جيد